بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك عزيز الطالب مرة أخرى مع مقرر وسائل وتقنية التعليم والوحدة السادسة المصادر المكانية ونبدأ بالهداف بنهاية هذه المحاضرة يجب على الطالب أن يكون قادر على أن 1. يعرف المصادر المكانية وهي بيئات التعليم والتعلم 2. نصنف المصادر المكانية 3. يستارد أهم الأماكن الصناعية 4. يذكر من راحل تصميم المعارض التعليمية ونبدأ بتعريف المصادر المكانية تعريف المصادر المكانية هي المواقع التي تتم فيها التفاعل بين المتعلم ومصادر التعلم سواء كانت مصادر التعلم بشرية أم نشاطات تعليمية أم وسائل تعليمية تصنيف المصادر المكانية تصنف المصادر المكانية إلى نوعين 1. أماكن أو بيئات طبيعية وهي من البيئات التي لم يتدخل في وجودها الإنسان مثل الجبال والصحاري والأنهار والمحيطات والغابات وغيرها وجميعها من قلق الله سبحانه وتعالى النوع الثاني أماكن أو بيئات صناعية وهي من أهم البيئات التي توفر مجموعة متنوع من المصادر داخل المدرسة وخارجها لتحقيق هدف تعليمي معين مثلها ألف المتاحف والمعارض أولا تعريف المتحف هو مكان أو بيئة الحفظ المعروضة والآثار القديمة والتحف النادرة والاكتشافات العلمية البارزة مثل متحف القاهرة الدولي ثانيا المعرض تعريف المعرض هو قاع أو مكان فسيح لعرض المنتجات الحديثة في جميع المجالات مثل معرض القاهرة الدولي السنوي مقارنة بين المتاحف والمعارض وشه المقاررة أولا من حيث التعريف بالنسبة للمتاحف الضار للمعروضات القديمة والآثار النادرة أما المعارض فهي قاع كبيرة للمعروضات من حيث المدة العرض المتاحف دائمة ومستمرة أما المعارض فهي غير ثابت يوم أو أسبوع أو شه أو أكثر من حيث الفياة المستهدفة بالنسبة للمتاحف فهي متاحة لجميع أفراد المجتمع أما المعارض فهي خاصة بفيها معينة مثلى المعرض العسكري المعرض التجكيلي المعرض الحاسب المعرض الطب المعرض الهندسة أو غير ذلك من حيث التنقل المتاحف سابت غير قابل للتنقل مثل متحف القاهرة الدولي يصحب التنقل من مكان إلى آخر أما من حيث المعارض فهي تتنقل بين المدن والدول مثل معارض الكتب المختلفة من حيث مصادر المعروضات بالنسبة للمتاحف الشراء التبادل بين الدول التبرعات أما من حيث المعارض فهي إنتاج معاصر للمبدعين والمصممين والكتاب أهداف ومعيير المتاحف العامة واحد من حيث أهداف المتاحف الآتي واحد حماية تراث الدول اثنين جذب السائحين ثلاثة رط المدرسة بالبيئة أربعة تفعيل التعلم الحقي التعاوني والتشاركي اثنين من أبرز معيير تصميم المتاحف الآتي واحد توفير الإضاءة المناسبة اثنين اختيار الموقع المناسب ثلاثة توفير الصيانة والحراسة المناسبة أربعة تنصيق المقتنيات بحيث لا تزيد عن 40% من مساحة المتحف أهداف ومعيير المعارض من أبرز أهداف المعارض الآتي واحد تبادل الخبرات العلمية والفنية اثنين إصارة الدافعية نحو التعلم ثلاثة نقل الأفكار والمعلومات الإرشادية والتعليمية أربعة تفعيل التعلم النشط التفاعلي بين المتعلم ومعارضات المعارض أمن حيث أبرز معيير تصميم المعارض فيتمثل في الآتي واحد تحديد الهدف العام والخاص من المعارض اثنين اختيار المكان والزمان المناسب ثلاثة تحديد مدة بقاء المعارض أربعة تحديد أسليب توقيم المعارض توجد عدة خطوات لتصميم معارض تعليمي فعال تتمثل في عشرة خطوات تتمثل في الآتي واحد تحديد أهداف المعارض اثنين تحديد نوع المعارض ثلاثة تحديد الأدوار قبل وأثناء وبعد إقامة المعارض أربعة تحديد المكان المناسب همسة تحديد الزمن والمدة ستة تصميم المعارضات بحيث يشارفها الطلاب بفعالية سبعة تصميم المعارضات بشكل جزاب تمانية إقامة حفل افتتاح للمعارض تسعة متابعة الطلاب وتدوين أفكارهم نحو معارضات المعارض وأخيرا تصميم خطة مستقبلية تطويرية للمعارض القادم إن شاء الله والآن مع التقويم عزيز الطالب حاول الإجابة عن الأسئلة الآتية واحد قارم بين المعارض والمتاحف اثنين عرف المصادر المكانية ثلاثة ما هي أنموعة المصادر المكانية أربعة استاردهم مراحل تصميم معارض تعليمي فعال وشكرا لك